موسيقى للطفل العربية القدرة على المساهمة في إبداع طرح المشاريع وتوليد الأفكار الابتكارية ومن هذا المنطلق وضمن أعمال جلسته الثالثة في الدورة الثانية التي عقدت في مقره أعلن البرلمان العربي للطفل أحد مؤسسات الجامعة العربية عن تنظيم دبلومات مهنية بالإضافة إلى أربعة ورش تأهيلية للأطفال قبل انعقاد الجلسة الثالثة سيكون موضوع الجلسة والاستدامة عين على المستقبل واستكمال الموضوعات السابقة المتعلقة بمستقبل الأطفال العرب حول الحياة الرقمية والصحة والتعليم بالإضافة إلى الاستدامة وأهميتها لدفع عملية التنمية في جميع دول العالم والدول العربية بشكل خاص ينطلق البرنامج الذي يمتد على مدى خمسة أيام متواصلة بورشتين من تنظيم مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في حكومة الشارقة لتخصص الورشة الأولى في الروبوت والبرمجة والثانية في الفنون الرقمية العالم حاليا يضع نصب عيني الاستدامة والذكاء الاصطناعي والحياة الرقمية كأساس لبناء المستقبل وللحفاظ على الموارد الحالية استمرارا وحفاظا عليها للمستقبل تأتي الورش استكمالا للسياسات البرلمان في تمكين الأطفال من الممارسات البرلمانية والتي ترتكز على اكتساب المهارات اللازمة في كافة المجالات المتاحة كالآداء البرلماني والإعلامي واستشراع في المستقبل